اشتركوا في القناة القادمة في الدنيا هذا اجر انت عملت هذا الاختراع قوضت فلوس مقابله قوضت مدح من الناس مقابل ذلك بعدين ما تطلب الله سبحانه وتعالى شيئا لان الله سبحانه وتعالى شيئا لان الله سبحانه وتعالى اشترط اعمالا واشترط في تلك الاعمال شرائط حتى يعطي الثواب فالله سبحانه وتعالى لا يستحق عليه هذا الانسان شيئا لان عمله لم يكن لله ولم يكن بالكيفية التي ارادها الله سبحانه وتعالى ولم يعده بشيء مثلنا هذا المثال اذا واحد ذهب الى صحراء فشق العيون في تلك الصحراء وغرس الاشجار هذا يستحق على الله ثوابا يستحق علينا فلوس يقول تعالوا طوني فلوس لان انا في الصحراء شققت عيونا وغرسته اشجارا نقول له احنا شنا قايلي لك تسوي هذا الشيء وشنا موعديك بآجر يقول لا نقول له متطلبنا شيء انت اما سويت لنفسك خلص حصلت بستان جميل لنفسك وحتى اذا سويت النا هذا كان لم يكن باذننا فلا تستحق علينا شيئا لاننا لم نقول لك ذلك لم نأمرك بذلك فلا يستحق على عمله شيئا هباء منثور نعم ذكرنا فيما مضى ان الله سبحانه وتعالى بفضله قد يخفف العذاب عن بعض الكفار الذين احسنوا في اعمالهم عمل باطل لكن الله يخفف عنه اشتركوا في القناة